ان كان للبيوت اسرار فسر هذا البيت ما عاد يخفى على احد وبابه لم يغلق يوما في وجه لاجئ محتاج لمأوى فقده في بلاده القصة بدأت مع اندلاع الازمة السورية حيث لم يمنع ضيق الحال والمكان السيد سالم الموالي من احتضان اكثر من خمسين لاجئا سوريا في منزله فاتحا لهم قلبه قبل ان يفتح لهم باب منزله الذي تقاسمه بكل حب مع لاجئين كل ما يملكونه دموع تحمل الف شكر وامتنان بالنسبة لي معوضني كثير شغلات لانه جوازي مش موجود معي يعني ساد كثير ثغرات بحياتي ما في مجال استأجر بيت حاطني اني ولادي العدد كبير يعني تراوح من 46 اقل شيء لغاية 57 في بيتي هنا احيان اني انا الاقي بيت ثاني اطلحهم جزء منهم يعني اودي على استأجر بيت ووديرهم عليه يعني كنت انام برا انا ولادي في بلادي كان نام على ظهر الدار ليس المسكن فحسب فكل ما تحتاجه عائلة سالم الكبيرة من لاجئين سوريين كما يحب ان يسميهم من مأكل ومشرب وتكاليف علاج وملبس امور حملها سالم على عاتقه دون كلل او ملل حتى وصل به الحال لاستئجار اكثر من خمس شقق في عمارة تضم اكثر من خمسين لاجئا سوريا في عمارة جنب بيتي قريبة مننا هنا حاولنا ان المستاجر اللي يطلع منها ان ناخذ الشقة اللي تفضل على طول نحط فيها عائلة فورا ومرة تكون نحط عائلتين في نفس الشقة عشان نقدر الواحد يتحمل بعضهم شوية سنوات طوال وهذه الساحة هي المكان الذي ينام فيه سالم بعدما ضاق منزله به وبأهله في وقت ما زال يتسع للمزيد من اللاجئين السوريين الذين يتقسمون معه ما قسم لهم الرزق يؤمنه سالم من هذا الدكان الصغير الذي يعود بمردود بسيط تحمد الله عليه عشرات العوائل السورية كثيرة هي قصص اللاجئين السوريين التي تحمل عنوان البحث عن مأوى وما بين مخيم ضاق بساكنيه وخيام ما عادت تتسع للمزيد منهم فتح سالم بيته لعشرات العوائل من اللاجئين السوريين بيت ما عادوا ضيوفا فيه طال زمان الأزمة السورية أم قصر من محافظة الزرقاء سهجميل العربية